واحدة من الحاجات اللي بتحصل مع المدرسين وبيكتشفوا بعد كده ان هي حاجة مش لطيفة ان هما لما بيغيروا يعني ممكن حد ما سيجي لكم في نص الترم ولا حاجة او بيبقى خد كورسات كتير وعايز يأخد معكم كورس فيبتدوا يهجموا في المدرسين اللي كانوا بيدرسوا لهم او بيدرسوا لأولادهم قبليك فيحضوا يقولولك والله ده ربنا يكرمك ده انت ما شفتش المدرس اللي قبلك كان بيعمل كذا وما بيعملش كذا ومش عارف ايه فيبتدي يعني يفخم فيك جدا يمكن من اول حصة ولا من اول خمس دقايق ويبتدي يشتم كدير في المدرس اللي قبلك حاجة مهمة جدا كورسي وكا يعني رضغي بيت الناس ومنع للنميمة بقول الحاجات دي كلها ان احنا ما نبقاش عاملين كده زي اللي هو ايه عارفين الصناعي اللي بيجي بيقول ايه ده ده مين الصناعي اللي عمل لك الحاجات الوحش دي كلها بيطلع في الاخر هو الصناعي اللي كان جالك قبل كده وعمل لاخد دانية بايزة ان احنا ما نعملش كده ما نبقاش بنتكلم عن المدرسين اللي قبلة اللي درسوه بشكل وحشلي لان احيانا ممكن يبقى ببساطة جديدة جدا ان الطالب ده هو اللي ظلم المدرس مش المدرس اللي ظلمه فيه طلاب او اوليها امور بيبقوا صعبة جدا التعامل معاهم انا تعاملت مع ناس كانت صعبة جدا جدا اللي هو ما كانش ينفع نكمل مع بعض لان شخصياتنا مش هتتلاقى فالحل هنا ان احنا نجد اجابات دبلوماسية كده زي اللي هو ايه هو يعني اكيد عمل اقصى ما عنده فمعلش لو كان فيه سوق تفاهمة بينكوا او ان ما قدرتوش توصلوا لنقطة مشتركة او اللي هو ايه ربنا يفتح علينا وعليه لما حد ما سيقول ايه ده كان اللي انجليزي بتاعه وحش ده ما بيعافش يتكلم ده كان بيكتب الاسبلنغ غلط ده ده اللي كتب اصلح للمدرس الاسبلنغ مش عارف ايه فساعتها ممكن نقول يعني معلش ربنا يفتح علينا وعليه اه ربنا يزيدك ويزيده من العلم ويزيدنا كميعا اه اجوابه كده اللي هي ايه ما يبقاش بنسأل ايه ده بكد هو الاسبلنغ تاوكن وحش ليه هو خريج ايه له مش عارفه الكلام ده هيفتح كلام اكتر عن المدرس ده اه مش هنقول انه هو ده زميل في المهنة او زي اخواتنا ممكن يكون فعلا مقصرين او لسه يعني هم في طريق التعلم يعني اه ربنا يفتح علينا جميعا ولكن علشان خاطر انت اللي في الاخر هتلبس ما هو زي ما تكلم وحش عن غيرك هيتكلم وحش عنك فما تاخدش المتح قوي جواك كده وتتبسقت ايوة انا احسن منهم لان انت متعرفش وممكن يكون الناس صعرا ككويسة وكل حاجة بس هو ليه الامر اللي صعب في التعامل فانت الكلام ده لما تاخده يعني عارفين اللي هو ايه الواحد يبتدي يفكر كده اللي هو بعد ما يدي الاجابة الدبلوماسية يا تارى لما وليه الامر ده يقول مثلا ايه ده انا كان معي تلت مدرسين في المدة دي او الطالب ده يقول ده انا في اخدت تلت كورسات انجليزي قبلك وانت الرابع فتوقع تفكر مثلا كان فيه ثلاثة قبل بيدرسولك وانت لسه ما تحسنتش يبقى جوا دماغك كده مش مش تقوله بس جوا دماغك كده تفكر يا تارى هو ليه ما تحسنش يعني احنا ممكن نقلست انفو كده في وسط الكورس في النص اللي هو ايه يا تارى انت كنت بتاخد مثلا جرامر او انت في الساشن كنت بتعمل سبيكن او مش حال في ايه ما نجيبش سرط المدرس احنا نسأل عن طبيعة الكورس والحاجات اللي كان بيعملها ام ومش كل الاسئلة يعني مش اللي هو بنحقق معي احنا ايه كجملة عابرة او سؤال عابر كده كل فترة فعشان خاطر بس نعرف هو ايه المشكلة عنده لان انت ممكن في نص الكلام تكتشف ان هو ما كانش بتحسن مع المدرسين دول عشان ما بيعملش الواجب فيعني احنا لما نسأل حاجة زي كده اللي هو ايه يا تارى بقى كنت بتقدر تسلم الواجبات فيقول لك وما فيش ولا مدرس طلب مني واجب غير لما يقول لك لو دايك اللي بتقوم مني واجب لك ما بقدمهوش فتعرف ساعتها ان الطالب ده لعبي او مش ناوي يعمل للواجب فساعتها تقوم كده عشان خاطر او سياسة التعامل تبقى كده من الاول تقوم اقال له خلي بالك احنا في الكورس بتاعنا الواجب مهم جدا لان لو ما عملناش الواجب يبقى مش هنتحسن فهتبتدي كده واحدة واحدة ترميل وانا انت لو مش ناوي تعمل واجب يبقى انا هيبقى زي زي التلات مدرسين اللي قبلي ففي الحالة دي احنا بنحاول نعرف اه ايه اللي حصل ايه المشاكل اللي حصلت معاه عشان خاطر نتفاداها يعني ممكن مثلا يطلع فعلا المدرسين كان فيهم مشكلة فنبقى برضو فاهمين حتة دي ونقدر نشتغل عليها عشان نطمنه ان احنا مش هيبقى عندنا نفس المشكلة اللي هو ما سيقول لك المدرس كان بيكلم بالعربي طول الوقت في كورس الانجليزي يبقى احنا عرفنا ان دي حاجة ما ينفعش ان نستخدمها حتى لو محتاجين نصلاح له حاجة هو اللي عايز ينبهر هو جاي عايز ينبهر فحاجات زي كده هتفرق كتير جدا معنا في التعامل لان اكتر المشاكل اللي بتحصل ما بين المدرسين وطلاب او اوليه الامور هي مشاكل في التعامل اكتر منها مشاكل في التكنيكاليتي بتاعت التدريس يعني ممكن طالب ما يبقاش عارف انت عامل خط الدرس ولا لا لكن هو شايف انت منظم ولا لا شايف انت فاكر اخر مرة انت اتفقتوا على ايه ولا لا من الاخر كلها حاجات ايه في التواصل فدي واحدة من النقط اللي احنا يعني كانت المدرسين بعتوا هالي فحبت ناقشها معيكم وان شاء الله هنتكلم في نقطة تانية في الفيديو اللي جاي يلا بعد بالعب